سعيا من وزارة الثقافة والاتصال المغربية إلى تعزيز أواصر الأخوة والصداقة والتعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وفي سياق الاحتفال بالتراث الحضاري للأمة الإسلامية الذي احتضنت الدولة المغربية جزءا هاما منه يأتي تنظيم معرض نفائس المخطوطات المغربية بإمارة الشارقة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة من أجل إبراز خصوصية تراث والتاريخ العربي الإسلامي المشترك هذا المعرض يدخل في إطار الشراكة والتعاون الذي يربط المملكة المغربية بدولة الإمارات العربية المتحدة وخصوصا إمارة الشارقة هذا المعرض الذي نسعى من خلاله إلى تعريف الناشئة خصوصا يعني يستهديف الناشئة خصوصا بتعريفهم بتراث الأمة العربية وكيف يدخل انتقال هذا الموروط انطلاقا من المشرق العربي في أثناء الفتوحات الإسلامية نحو الغرب الإسلامي ويرمي هذا المعرض لتمكين الباحثين وعموم المهتمين والزوار من الإطلاع على الخصوصية المعرفية والجمالية لهذا التراث القيم بمختلفة جلياته التي تشهد على عراقة بلادنا في العناية بالتأليف والكتابة بمختلف المجالات المعرفية منذ الفتح الإسلامي حتى عصرنا هذا تحمل هذه المخطوطات والنفائس تاريخ الإنسانية والعلوم وهي جسر للتواصل بين الماضي والحاضر نحن اليوم نربط الماضي بالحاضر من خلال هذه النفائس وهذه الكنوز التي تعنى بالإنسانية وهي نوادر من ناحية هذا المصحف الوردي الذي يعتبر واحد من أغنى المصاحف على مستوى العالم أو من خلال هذه الكتب التي تتناول السير النبوية أو من خلال العلوم المختلفة هذا ويحمل معرض نفائس المخطوطات المغربية في طياته منتجات ونوادر المخطوطات ليتيح للزوار فرصة الاطلاع على الإرث وإشباع فضول المعرفة بما تقدبه المعرضات من فيض مكنوناتها العلمية والفنية نفائس ونوادر تؤرخ للحياة العلمية والمعرفية للأمة الإسلامية قدمت من أقصى المغرب لتعرض هنا في الشارقة لقناة الثقافية السعودية حازم جوهر الشارقة